للمرة السادسة وخلال أقل من ثلاثة أسابيع تخرق الهدن الإنساني السوداني الهشة التي جاءت في ظل ضغوط دولي على طرفي الصراع ورغم سوء الوضع الإنساني في بعض المناطق بالسودان إلى أن صوت المدفعي لم يسكت سوى لساعات قليلة يتبعه اشتباكات وتبادل الاتهامات بأن الطرف الآخر هو من لم يلتزم منذ أن تفجرت شرارة الاشتباكات في السودان في منتصف إبريل الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والخسائر تتزايد يوميا وتقترب الأوضاع من حافة الكارثة وقد أوقعت الحرب مئات القتلى وألاف الجرحة فيما نزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مثل مصر وإثيوبيا والشاد وجنوب السودان فيما يعاني السكان الذين يحاولون الفرار ويقبعون في منازلهم أزمات كبيرة في ظل انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول الأزمة في السودان إلى كارثة بكل معنى الكلمة جراء تواصل المعارك وتعطل القطاع الصحي بشكل كبير في العاصمة الخرطوم 23% من هذه المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي 16% فقط تعمل بكامل طاقتها فهذا هو وضع المؤسسات الصحية والنظام الصحي في عموم السودان ولكن بالأخص في المناطق التي فيها النزاعات ومع انفلات الأمن وغياب الرقابة والشرطة تعرضت عدة بنوك للحرق والسلب والنهب وفي نظر الكثيرين سيؤثر ذلك سلبا على أداء القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة خاصة وأنها تعرضت خلال السنوات الماضية إلى عقوبات وتحديات أقعدتها عن القيام بدورها بشكل كامل ومع كل هذا لا زال المجتمع الدولي يرى أن إمكانية العمل الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي لا تزال قائمة بما قد يضع حدا لصوت الرصاص